هذه التهديدات سمعنا الآن ضيفك العزيز الدكتور بشار يقول أنه لماذا يرهن حزب الله الاشتياح ولماذا لا يبدأ هلأ أولا أنا بتقديري أن هذا الكلام أو غيره من الكلام الذي يحكى في هذا الإطار هو فخر لحزب الله لماذا لأن كل الأمة العربية وكل الأمة الإسلامية تعتمد على حزب الله في مواجهة الكيان الصهيوني هذا الأمر الأول الأمر الثاني أنه عندما تريد أن تواجه إسرائيل أنت يجب أن تعد العدة يعني أنت إذا أنت تريد أن تواجه إسرائيل يعني ليس من المنطقة أن تقول لشخص لماذا لا تقاتل إسرائيل اذهب وقاتل إسرائيل طالما أنت تقول تريد أن تقاتل إسرائيل وتزيلها من الوجود وما إلى ذلك هل هي بكلمة يعني هل الحرب بالناطور يعني يصبح الحرب بالناطور هل هذا معقول نسمع خطاب المقاومة كل أطراف من زمان يقولون نحن مستعدين وعادين العدة الدليل عملية طوفان الأقصى الضخمة والمهمة والمفاجئة لا هم مستعدين إذا فرضت الحرب عليهم الآن وبالتالي ما حصل في الفترة الماضية من معادلات فرادتها المقاومة على الإسرائيلي بالقوة سواء كان في لبنان أو في فلسطين أو غيرها عدنا مثل بالعراق يقول الفرض هو أحمر يخضر بعد شون الفرض شون فرضت بالقوة يعني فرضت الحرب يعني شون تفرض حدث العاقل بما يعقل حدث العاقل بما يعقل يعني إذا العرب كلهم عاجزين عن أن يواجه يعني الآن إذا قررت إسرائيل أن تشتاحت الغزة والضفة الغربية ماذا سيفعل العرب والمسلمون سيصدرون بيان استنكاره وشجبه ماذا سيفعل الإيرانيون ومحور المقاومة وإذا قررت إسرائيل أن تشتاح بعض الدول العربية من سيقف أمامها الآن هناك قرار في محور المقاومة هو بالمواجهة وأنهاء هذا الاحتلال لكن أنت لا تواجه إسرائيل الآن بالأمس حصلت هذه العملية أمريكا وأوروبا العالم كله أتى ليساند إسرائيل يعني أنت لا تقاتل جهة صغيرة يعني لا تطلب من حزب الله والمحور أن يدخلوا في وقت غير مستعدين له أو ربما